ألقت إحدى الداعيات محاضرة في مسجد شهير وكانت المحاضرة عن فضل الصدقة فإنها تفرج الهموم والكروبات وتزيل الأزمات ووضحت مدى تأثيرها الطيبة على المتصدق والمتصدق عليه وقد استطاعت هذه الداعية بإيمانها وإخلاصها في كل كلمة تقولها أن تؤثر على قلوب الحاضرات قبل عقولهن وبعد انتهاء المحاضرة قامت الحاضرات بالتبرع بما هو موجود معهن من نقود أو حلي وغير ذلك ثم جاءت إحدى الحاضرات وأعطت الداعية عقدا من الذهب كانت تلبسه ولأن العقد كان ثمينا جدا ومليئا بالألماس رفضت هذه الداعية أن تأخذه لكن السيدة صاحبة العقد أصرت عليها أن تأخذه وقالت الداعية هذا العقد غال علي بالفعل ولكن لن أبخل به في سبيل الله ومع إصرار السيدة أخذت الداعية العقد الثمين منها ثم ذهبت به مع مجموعة المجوهرات التي أخذتها من المتبرعات لأحد محلات الذهب لبيعه والتصدق بثمنه فقال لها الصائغ يجب أن نزيل الفصوص وهي الأحجار التي يزينون بها المجوهرات ثم بعدها يزن الذهب ويقدر ثمنه وعندما انتهى من نزع فصوص عقد السيدة وجد شيئا غريبا لقد وجد شعرا وأظافر تحت الفصوص ثم قدم هذه الأشياء للداعية لتراها بنفسها فلما رأت الأظافر والشعر فهمت أن سحرا مؤذيا خلف ذلك واشتاقت لمعرفة قصة هذه السيدة وفي الأسبوع التالي في موعد المحاضرة حضرت صاحبة العقد وبعد انتهاء المحاضرة أتت هي للداعية وقالت لها وهي في سعادة كبيرة لقد شعرت بارتياح كبير بعد الصدقة التي تصدقت بها اتسمت الداعية ثم قدمت الشعر والأظافر للسيدة وأخبرتها كيف وجدتها فقالت السيدة هل تصدقين أنني منذ خمسة عشر عاما أعيش مع زوجي وأولادي كالأغراب لا علاقة بيني وبينهم وعندما تصدقت بالعقد فجأة عادت الأمور كما كانت واجتمعنا لأول مرة على سفرة واحدة وعادت العلاقة الزوجية بيني وبين زوجي وكأن شيئا لم يكن وأن هذا العقد كان هدية من أعز صديقاتي وهي في نفس الوقت ابنة عم زوجي أصيبت الداعية بدهشة كبيرة فلم تصدق أبدا أن الحقد والحسد والغل يجعلون الأقارب يقومون بهذا السحر العين ثم قالت للسيدة حسبي الله ونعم الوكيل لقد عرفت الآن لماذا يقولون احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها فوجئت بشقيقها الأكبر يأتي إليها مبتسما والفرحة تملأ وجهه ويخبرها أن ابن عمها وزميله في العمل فاتحه برغبته في الزواج منها وأخبرها أنه ساعد جدا بهذا الخبر لما يتمتع به ابن العم من أخلاق كريمة ومن التزامه الديني وتمنى شقيقها منها أن توافق ولا تضيع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ منذ طفولته وحتى أصبح في الثانوية العامة كان أيمن من الأوائل والمتفوقين دراسيا وكان يحافظ على صلاته في أوقاتها ولا يعرف إلا المذاكرة وطاعة والديه حتى أتم امتحاناته في الثانوية العامة وقد وعده والده بشراء سيارة له إذا ما كان من الأوائل بعد الانتهاء من الامتحانات بدأ أيمن رحلته مع الإنترنت فأصبح ليلة نهار جالسا أمام الكمبيوتر يتبادل الأحاديث مع أصدقائه وصديقاته على الفيسبوك ومن خلاله تعرف على مجموعة من أصدقاء السوء غيروا نظام حياته فأصبح يتأخر عن الصلاة ثم انقطع عنها كما أصبح لا يهتم بوالديه ولا ببرهما وتدهورت حالته الصحية بسبب السهر حتى الفجر وتدخينه وتعاطيه لبعض أنواع السموم حتى يثبت لأصدقائه بأنه من الأقوياء كل هذا تم خلال شهر واحد ومرت الأيام وظهرت نتيجة الثانوية العامة وحصل أيمن على مجموع بنسبة 97% وانتظر عودة والده لتحقيق وعده له بشراء السيارة وفي هذا اليوم علم الأب وهو في عمله بنتيجة ابنه وعندما عاد للبيت استقبله أيمن بجملة واحدة وهو شبه نائم أين السيارة التي وعدتني بها فابتسم الأب واحتضن ابنه ثم أخرج من جيبه علبة بها مصحف وقال لابنه خذ هديتك رد أيمن في غضب شديد بعد كل هذا التعب تعطيني مصحفا ثم ألقى بالمصحف في وجه أبيه وقبل أن يغادر المنزل سب أباه وقال لن أعود إلى هذا البيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما توفي الأب من الصدمة في نفس اليوم الذي خرج فيها أيمن من المنزل وبعد عدة أسابيع ندم أيمن على فعلته وقاطع أصدقاء السوء وعاد إلى بيته فوجد المصحف في غرفته ملقى على الأرض كما كان والعلبة مفتوحة فتحسر على ما فعله وأراد أن يقرأ بعض الآيات فإذا به يفاجأ بأن المصحف ما هو إلا علبة وداخلها مفتاح السيارة التي كان والده قد وعده بها فانهار أيمن وقام بتحطيم جهاز الكمبيوتر وهو يبكي بكاء شديدا وبعدها أصيب بشلل من هول الصدمة ومن ندمه على ما فعل وعلى تسرعه في الحكم على والده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا مريض شاب ثري والده من أشهر رجال الأعمال فجاء إلى قصره أكثر من طبيب ولم يتوصل أحد منهم لمعرفة سبب مرضه أو إيجاد علاج له وعندما اشتد عليه المرض ناد على والده وقال له إن سبب ما أنا فيه هو حب الكبير لفتاة فقيرة ولا أستطيع أن أحصل على موافقتها على الزواج بي فقد علمت أنها تريد شابا ملتزما يتق الله وأنت تعرف أنني لا أداوم حتى على الصلاة حزن الأب كثيرا بعد سماعه لكلام ولده وفي نفس الوقت غضب غضبا شديدا من الفتاة ثم قال لابنه غدا ستأتيك راكعة وسوف تتزوجها في نفس اليوم أرسل الأب أحد رجاله لوالدي الفتاة وأعطى لهما مالا كثيرا فوافق على زواج ابنتهما دون رغبتها ثم استدعى مأذون المدينة ليعقد القران وسأله هل زواج ولدي بفتاة دون أخذ موافقتها يصح؟ قال المأذون بعد أن استلم مبلغا كبيرا يصح طالما وافق ولي أمرها وبعد قليل جاءت الفتاة وكان الشاب ينظر إليها بحب كبير فوجدها تنظر إلى السماء وتبتسم وعندما سألها الشاب عن سبب ابتسامتها رغم الحزن الواضح على وجهها قالت له كان يجب على والدي أن يرحم ابنتهما ولا يبيعاها مهما كان الثمن وكان يجب على المأذون أن ينطق بالحق ويخبرك بأن زواج الإكراه باطل وكان عليك أن ترفض مثل هذا الزواج لقد غر أبي وأمي طعام الدنيا فسلماني لك والمأذون طمع في مالك وخافك ولم يخف الله عز وجل وأنت أيها الشاب العاقل رأيت شفاءك في زواجك مني دون رغبتي ولكل هذا لا ملجأ لي غير ربي فرفعت رأسي إليه راضية بقضائه فقط أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تأثر كل من بالقصر وبكى الجميع بعد سماعهم لكلام الفتاة وقال الشاب لأبيه يا أبي خير لي أن أموت بمرضي من تدمير قلب فتاة طاهرة بريئة ثم سمح للفتاة بالمغادرة هي ووالديها بما أخذ من مال وطلب من أبيه أن يحضر له شيخا يقوم بتحفيظه القرآن ويذكره بأمور دينه وكيف يكون شابا تقيا وبعد عام واحد تغير حال الشاب تماما وأصبح يقيم الصلاة في أوقاتها ويصوم أكثر الأيام ويقوم الليل ويدعو الله في الثلث الأخير أن يقبل توبته ويثبته على ما هو عليه وعندما وجد نفسه أهل للفتاة ذهب مع والديه لخطبتها وكم كانت سعادة الفتاة وأسرتها بقدومه ووافقت على الزواج به وعاش في سعادة ورضا من الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله محب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر